أهلا بكم من جديد لو نبدأ معكم الدكتور عادل حمد ونرحب بك بداية ونسأل أهمية الزواج كمنظمة أسرية في المجتمع بداية الحمد لله رب العقين وأصلي وأسلم على أشرف نكياه ومسلئين كفيه كمحمد وعلى آله بيجمعين حقيقة يعني الزواج فطرة فطرها الله سبحانه وتعالى في عباده جميعا وصن سنها الله عز وجل لخلقه وهي الزواج يقضي بها الإنسان وطرة وتتحقق بها يعني حكمة الله عز وجل في الخلق من بقاء النسل في الإنسان الإنسان نفسه عندما يتزوج تهدأ نفسي تحصل له أنواع من الخيرات والسعادة لا يمكن تتحقق لوحده يعني ما خلق الله عز وجل الرجل ليعيش لوحده بل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لما خلق آدم خلق حواء ليسكن إليها آدم فالرجل لا يتحقق له السكن إلا بزوجه ما عدا ذلك فهو يعيش في نوع من القلق النفسي نوع من التعب نوع من الإرهاق وأشياء كثيرة قد تنتاب نفسه لكن إذا وجد امرأة صالحة سكنت نفسه وهدأت ولذلك لا يغني البيت المنزل من غير امرأة فهو منزل لكن المسكن الحقيقي في وجود المرأة الصالحة فيستفيد المجتمع الفرد من الزواج تمتنع يعني الزواج يقطع الطريق على المحرمات كالزنة وأيضا يقطع الطريق حتى على النظر لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ونحن نعلم أن البصر هو البريد الأول الذي ينطلق منه الإنسان في الشر للوقوع في المحرم فقد يصل وقد يعني يتراجع في منتصف الطريق لكن بريد الزنة هو النظر ولذلك الله عز وجل أمارنا بغض البصر والزواج يعين الإنسان على قطع هذا الطريق تماما من النظر ومن الوقوع في الزنة لا شكرا ا Petersen اشتركوا في القناة شكرا